يكون هناك نيران وتفجيرات وهذه المفجرات وهذا القتل وهذا التشريد وهذا الحرق أعتقد أنه لا يمكن أن يتخيله عقل بشري سوي أقول بأن ما جرى بالأمس فتح علينا كثير من الملفات كنت أتابع عبر لحظة بلحظة بلحظة في ليلة سوداء لأنني اكتويت بحالة إنسانية كل يوم عندنا شهداء شهداء أبطال لكن هؤلاء المرضى الضعفاء يأتي عليهم هؤلاء الخونة بهذا الغدر في هذا المكان في هذه الحالة لم نسمع عن هذا من قبل لم نسمع عن هذا من قبل لم نسمع ولم نقرأ عن خصة إنسانية كما جرى بالأمس من هؤلاء أقول من يقف ومن وقف وراء هؤلاء من مولا ومن خططا ومن نفزا ومن ساعدا ومن ساهما ومن علم ولم يبلغ كل هؤلاء سيأتون سيتم القبض عليهم سيحاكمون سيعدمون هم والذين وقفوا بجوارهم من مدهم بالدعم الإعلامي من مدهم بالدعم عبر السوشي الميديا من شجعهم كل هؤلاء محاكمون كل هؤلاء إن شاء الله وبعون الله سيتم القبض عليهم جميعا وهناك الآن عملية شاملة لتتبع هذه العملية منفزها ومنفزيها والمخططين والممولين والداعمين والعالمين بكل التفاصيل في أقرب وقت ممكن سوف يرى الشعب المصري